اشتركوا في القناة صدمة قوية لأيوب الكحل فقد أيوب الكحل نجم المغرب التطواني لكرة القدم شعبيته بين جماهير الفريق بعد فشل الانتقال لفريق الوذاذ الرياضي في آخر لحظة خلال الميركاتو المنصرين الذي أغلق الاثنين الماضي واضطر للعودة إلى نادي المغرب التطواني وقال إلتراس سيمبري بالوما المثاند الرسمي للفريق التطواني إنه لن يقبل بمشاركة الكحل مع المغرب التطواني وعرض الإلتراس التطواني على مجلس الإدارة إما تسريحه أو إعادة تكوينه تكوينا يشرف النادي والمدرسة وأوضح أنه لن يقبل أن يحمل مثل هؤلاء اللاعبين قميص الفريق مشددا على أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية مشاركة الكحل في المباريات نهاية الفيديو دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء